السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكو في حلقة جديدة على خناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصراط والسلام على رسول الله والأهلي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا مقدما طبعا بمشيئة الله يعني ان شاء الله الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا واحد يقول لي عم إزاي وانت ناسي ان فيه مطش عودة قوله عارف ان فيه مطش عودة بس بإذن الله مطش العودة مضمون للنادي الأهلي لان النادي الاهلي النهاردة كان بيلعب في ظروف صعبة جدا 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 وانا بالنسبة لي كراجل بتفرج على كورة شفت ان اللي عمله الاهلي النهاردة ده بحكم الفوز بل بالعكس الاهلي النهاردة اضع من ايده كمان فوز سهل وكان في رعونة من لاعبي ومهاجم النادي الاهلي في انهاء الهجمات وسلم ابو علي غريبة غريع كرتين طهر محمد طهر ضيع كورة غريبة وعجيبة وما اضعش ابدا ووشه لجون رايح يبصي الكهرباء بالعرض بحاجة غريبة مفهمتهاش ويعني النهاردة الاهلي بصراحة قدم اداء قوي جدا جدا في ظل الامكانيات المتاحة لي في ظل ان في لعيبة كتيرة جدا مؤثرة غيبين عن النادي الاهلي في ظل ان المتش ساعة 3 العصر في عز الحرف ملعب ترتان مش نجيلة ملعب بيزود اصابات اللاعبين وغلط ان اكرم توفيق النهاردة كان يلعب وغلط ان متولي كان يشارك ويلعب وملعب ديق وملعب كئيب وخنيق والاهلي اصلا كان بيواجه بعض المشاكل في تأميم بعثته من وإلى الملعب وكان عنده مشاكل ايضا في ان هو الطرق المؤدية للملاعب زحمة جدا ومش عارفة توصل وكان في مشاكل كتيرة بالجملة فان اهلي رغم الضغوطات النفسية والضغوطات اللي حصلت عليه قبل المباراة والضغوطات الاصابات الموجودة زي ياسر ابراهيم وامام عشور ومروان عطية وقاليو ديانج وغيرهم كتير واحسنين الشحات صباط يعني مؤثرة جدا في النادي الاهلي رغم كل ده والاهلي قدر ان هو يخرج بالتعادل من كل المشاكل دي كل المشاكل دي الناس اللي زعنا من مارس الكولر او كابتن واقل جمعة اللي كان بيهاجم مارس الكولر ما عشو بيهاجمه ليه يعني في مباريات اه ممكن تنطقت فنيا انتهاجم لكن هو بيهاجمه عشان لعب اكرم توفيق يعني ومتولي وكده واحمر عبداللاتر هم بقالهم بفترة بعد عن المباريات وبقالهم يعني كمان الناس دي بزدات متولي واكرم توفيق عم من اصابات رباط صليبي مرتين وارا بعد فممكن يتصابوا تاني والنهار ده شوفنا اكرم توفيق اتصاب تاني فسلامات ربنا رب يشفيه ويعديها على خير هو ويكوكا اللي اتصاب برضو وخرج على نقالة فربنا رب يشفيه ويعديها على خير ولكن عشان نكون منطقيين وواقعيين كولر النهار ده عمل اللي عليه فنيا وتكتيكيا بتراز فريد كولر النهار ده وصل لعاب النادي الاهلي للمرمى والتاني يا جماعة زي ما بقول لحضراتكم اكتر من مرمى ان المدير الفني دوره دوره هو انه يقدر يوصل الفريق للمرمى بتاع الخصم بمنتهى السهولة بجمل محفوظة بتاكتيكس معمول ويقدر انه هو يأمن دفاعاته زي النهار ده الاهلي ما أمن دفاعاته بقى لنا فترة ما شفناش دفاعات الاهلي في بينهم معرة تجانس كده مركزين قوي كده مصطفى شبير ايضا يعني النهار ده ربنا يوفقه ويكرمه كان احد اسباب فوز النادي الاهلي انا لو طلعز بقيت في الغيبات لنا بقيت اتكلم ما بقيتش اذكر اسم محمد الشناوي مش معنى كان هو محمد الشناوي وحيد محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا ولكن بتكلم ان الاهلي ما بيعانيش من عدم موجود محمد الشناوي في ظل وجود مصطفى شبيري اللي دي سادس مباراة لي على التوالي في دور الابطال افريقيا بشباك نظيفة ما شاء الله هو اكبر عليه ومصطفى شبيري هذا الموسم من بعد ما محمد الشناوي تصاب وبدأ مصطفى شبيري يشارك هو كان في مبارات كتيرة كان هو احد الاسباب الرئيسية لعدم خسارة النادي الاهلي او لفوز النادي الاهلي كان بيقدر ان هو يزعى مرمى النادي الاهلي وكان بيبقى احد الاسباب الرئيسية لفوز النادي الاهلي والنهاردة برضو رغم صعوبة المباراة ورغم ان هي في نص نهائي دور الابطال افريقيا الا ان مارسل كولر عمل بعض الروتيشن عمل ادى فرصة للعيبة زي اكرم توفيق العب اساسي فرصة للحمد متولي ان هو يشارك بعد غياب كبير جدا وايضا كمان ريدا سليم بدأ المباراة وغيره ونزل طهر محمد طهر ولعب كمان محمد مجدي افشا وسامو امو علي بيلعب كهربا كمان نزل بيرستاو رجع يشارك بعد غياب كبير وادى اداء جيد الى حد كبير بيرستاو في الوقت اللي نزل فيه فعايز اقول لك ان مكاسب النادي الاهلي من هذه المباراة ليست فقط ان هو مفروض كان يكسب باهداف لا الموضوع جماعة تكتيكي بحث يعني كولر قدر ان هو رغم الظروف الصعبة دي جدا على النادي الاهلي وكلنا عارفين ان مزل بيمش فيه ومصاريات تكسبه في ملعبه اصلا تقريبا بيبوش في جوان كمان وبرزي قلت لك اجواءه الصعبة ازاي ده بقول لك النادي الاهلي اصروا ان البعثة تغادر النهاردة مباشرة بعد اللقاء مش هيرواحوا مثلا ياخدوا دش واستحموا ويمشوا مثلا بكرة لا نهاردة على طول هيمشوا وطبعا مع العودة في استاد القاهرة النادي الاهلي يكون معه خمسين الف متفرج بإذن الله من الجمعة القادمة هيكون وسط جمهوره فالفوز بإذن الله بالنسبة للنادي الاهلي هيكون سهل جدا على مازينبي واحد يقول لي ما هو مازينبي خرج يانج افريكانز وبعد ما تعدلوا فيه الكنغو راح هناك مع يانج افريكانز كسب يانج افريكانز في ارضه وصعد لا يانج افريكانز مش الاهلي ودائما مقولة يا جماعة الاهلي وانحضر يا مقولة ثابتة على مر العصور في الملعب وفي المباريات بنشوف اي حد بينزل يلعب للنادي الاهلي بيبقى حاسس بقيمة تشيرته وبيؤدي بدون اي خوف او فزع نادي الاهلي النهاردة الناس كانت متوقعة انه هو يهزم بفارق سكور كمان في هذا الملعب الصعب جدا والاجواء الصعبة جدا وظروف المباراة الصعبة جدا وحجم الاصابات اللي عند النادي الاهلي ويعني ان خروج بعض اللاعبين من مباراة الزمالك بعد هاسمت الزمالك متأثرين نفسيا شوية لان الاهلي مش متعود ان هو يخسر من الزمالك ولكن كل ده عدى كل ده راح الاهلي النهاردة كان بيلعب اه مش افضل اداء الجمهور مستنيه مش احسن حاجة في رعونة كبيرة جدا من مواجم النادي الاهلي في النادي الهجمات وعايز اقول لك النادي الاهلي لو اللاعبين اللي عندهم عندهمش رعونة في النادي الهجمات الاهلي ده جماعة يكسب مطشاط بفارق سكورات رهيبة انا فكر في مطشاط مطشاط الاهلي الاهلي كان راح اتجول حاجة وعشرين مرة وجاب جنين تخلي حاجة وعشرين مرة دولة ترجمه الاهداف حتى لو ننصوهم اكسب اتنشر يعني اكسب حداشر اكسب ترتاشر صفر فالاهلي يعني المفروض وسامة ابو علي هو ضلت النادي الاهلي في المواجمين وسامة ابو علي متميز جدا متفكرني بسطيل اللاعب ازاره ولكن وسامة ابو علي بيحتاج يزبط الاكيروسي بتاعته شوية يزبط دقة التصويب على المرمى بتاعته شوية محتاج يزبط قراراته يعني التحكم فيه ضبط توقيت القرار هتباصي ولا هتشوت هتشوت فين على هادي ببطن رجلك بوشت رجل بسن رجلك برضو عشان يكون مش ظالمين وسامة ابو علي بيعت فترة عن المشاركة في المبارات بشكل اساسي وتعرفين طبعا ان اي لعب يشارك في المبارات بشكل اساسي الموضوع ده بيفرق معه جدا 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 بيبقى عنده حساسية التحامل المباريات فسامة ابو علي بيعت فترة عشان الاصابة فاكيد اول ما يرجع مش هيرجع طب او يرجع فت عشان يبقى عنده السرعة التفكير او سرعة البديهة ان هو ينهي هجمات النادي الاهلي ولكن هو مواجب من طراز فريد مواجب سريع مواجب قوي مواجب متمركز مواجب تحركاته متميزة جدا 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 فاعتقد لسه سامة ابو علي هيبان شغله بجد مع النادي الاهلي في الفترات القادمة يعني عايز اقول لك ان ان ارضا الاستحواز ده ما زمبي كان تلاتها وستين في المية لا هل سبعة وثلاتين في مية آآ عدد الشغطات اللي شاطها ما زمبي استاشر شغطة منهم تلاتة فقط على المرمى انقذهم مصطفى شبير reparعل شغطات وسبعة شغطات طول الماتش شغطة واحدة فقط بين خشبات او على المرمى انقذها حارس ما زمبي ايضا عايز اقول لك ان تمريرات الصحيحة النهاردة Hajde لنادي ما زمبي كان تلتمية واحد وسبعين زمبي صحيحة من ربعمية خمسسة يعني تمانية وسبعين في المية من التمريرات مازين بالنهاردة كانت صحيحة. الاهلي كان عنده مشكلة في التمريرات النهاردة كان مية تلاتة ومانين تمريدة صحيحة من مية تلاتة ومانين يعني الاهلي النهاردة بمعدل خمسة وستين في المية فقط من تمريراته اللي تلعبت بين اللاعبين صحيحة وخمسة وتلاتين في المية كانت تمريرات غير آآ صحيحة. الاهلي النهاردة لعب اربعة وسبعين كرة طولية سبعة وعشرين كرة بس الاهلي قدر استخلصهم بمعدل ستة في المية. العرضيات النهاردة الاهلي لعب تمان عرضيات ولا عرضية مستغلة صفر في المية. مازينبي لها بسبعة وعشرين عرضية. ستة عرضيات بس اللي تم استغلالها بالنسبة لاتنين وعشرين في المية. وآآ اخيرا آآ لعيب الاهلي فقدوا مراكزهم اللي كودر عايزهم يكون متبركزين فيها وكلها فقط مربعه اللي هو مفروض يبقى فيه مية سبعة واربعين مرة. وآآ مازينبي آآ فقدوا آآ مراكزهم مية تمانية وخمسين مرة. ويعني الالتحامات الارضية بين لعبي النادي الاهلي ومازينبي. الاهلي كسب اتنين وعشرين الاتحام ارضي ومازينبي كسب تسعتاشر التحام ارضي. وآآ مدافع النادي الاهلي شتته الكرة من منطقة الجزاء ستة وعشرين مرة ومدافعي مازينبي شتتوها سبع مرات. وايضا افضل لعب في آآ لقاء الاهلي ومازينبي كان في مازنبي يعني كان اللعب آآ كالونجي آآ وهو المدافع انتامبوي كالونجي واخد سبعة وستة من عشرة. وافضل لعب في النادي الاهلي تبقى للتقييمات النهاردة كان رمي ربيعة بسبعة وثلاثة من عشرة. طبعا عليكم مصطفى شبير مفلوك كان افضل لعب اذا تبقى لتقييمات او موظف تقييمات المواقع يعني. لو حبينا يا جماعة فقرة الارقام اللي اللي هونا في اخر الفيديو دي اللي بدأنا نقولها جديدة تستمر معنا ونزود بعكية ارقامه الاحصائيات كمان قلولي في الكومنتات مش عكباك وخلاص ما نعملهاش تاني. عشان اهم حاجة ان اخواتي وحبايبي اللي هو انتو تكونوا مبسوطين. كان معفوكو سريع اخو عمر عاطف قررت صفحة صاحب الكروشبخ ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.